اشتركوا في القناة بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية في مملكة البحرين لاجتماعات القمة العربية المقبلة في 2024 منوها بما عكسته الكلمة السامية لرؤية البحرين للاستقرار والرخاء والوئام عبر نهج السلام العادل والشامل لمعالجة كافة القضايا العالقة لضمان الأمن والاستقرار والمصالح الحيوية لازدهار دول المنطقة كما هنأ المجلس المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا بنجاح القمة والتي تعد امتدادا للجهود الدبلوماسية ومبادرات المملكة الإنسانية لأمن واستقرار دول المنطقة وحفظ سيادتها ووحدة مواقفها بعدها رحب المجلس بانتخاب سعادة وزيرة الصحة من قبل جمعية الصحة العالمية في دورتها السادسة والسبعين رئيسا للجنة الرئيسية ألف والتابعة للجمعية معربا عن التقدير لثقة العالمية بمملكة البحرين وفي قدراتها في المجالات الصحية والاستجابة للتحديات الصحية الطارئة ثم رحب المجلس بحصول مطار البحرين الدولي على جائزة المطارات الخضراء في الفئة الفضية للمطارات التي تخدم من 8 إلى 15 مليون مسافر سنويا وشهادة الانتقال إلى المستوى الرابع التحول وفق برنامج اعتماد خفض الانبعاثات الكربونية التابعة للمجلس الدولي للمطارات مؤكدا الاستمرار في مسالات التطوير بمطار البحرين الدولي وفي تبني المبادرات التي تضمن تطبيق أفضل الممارسات البيئية وبمناسبة الذكرى الثانية والاربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد أكد مجلس الوزراء دعم مملكة البحرين لجهود تعزيز العامل الخليجي المشترك بما يحقق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويلبي تطلعات أبناء دول المجلس بعد ذلك قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مساهمات واشتراكات مملكة البحرين في المنظمات الدولية مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير الصناعة والتجارة بشأن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بالاستمرار في فرض رسوم الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون لعدد من المنتجات مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأمن السيبراني بوزارة الداخلية وشركة أمازون لتعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بالحوسب السحابية مذكرة تعاون بين هيئة البحرين للثقافة والآثار والهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والسياحة الثقافية والتراثية وحفظ التراث الثقافية مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بخصوص خمسة مذكرات تفاهم بين جامعة البحرين ووجهات إقليمية ودولية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مذكرتي تفاهم بين كليات البحرين التقنية بوليتكنك البحرين وجامعة بيكين ومعهد هايك فيجن في المجالات التعليمية والبحثية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ثم استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات وزراعة بخصوص سوق المزارعين بعدها أخذ المجلس علمان من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بشأن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثانية والثلاثين الاجتماع التاسع عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر روسيا العالم الإسلامي الزيارة الرسمية لسعادة وزير الصناعة والتجارة إلى اليابان وجمهورية كوريا